نسبة السبعة بالمئة المفروضة عن التأخر اللي موجودة تشوف انها نسبة كافية وبالطريقة اللي جالسة تحصل فيها ولا لا؟ لا لا كافية لانهم حاطين طريقة التحصيل انه تضم الى الاقصاد وتسدد في الاخير تخصم في الاخير لا في نظري هذه مرضية السبعة بالمئة مرضية؟ نعم نعم طب مرضية كنسبة هل هي مرضية كالية التنفيذ؟ الية التنفيذ يحتاج الى عادة هيكلة كيف؟ نبدأ انه يتم من يوم انتهي التاريخ تعمل على مساعدة المواطن في موضوع الاجارة اللي يدفعه هذا اللي انا اراه اذا كان برنامج وافي ما وضع الى الخدمة المطور وخدمة المواطن فنبدن ان يضع هيكل الى هذه المشاكل طيب اذا جاك سؤالة والسفسار وقال لك يا استدعايد ان الارتفاع اليوم حاصل في العقار وحاصل في غير العقار يعني اجمالا ولو اسبابه المرتبطة عالميا ولو اسبابه المرتبطة غير هل تتفق مع هذا الكلام ولا تشوف انه لا السوق العقاري له مسبباته الخاصة جدا اللي مفروض ما يرتفع فيها ايه نعم له مسبباته الخاصة اللي مفروض ما يرتفع فيها اللي هي الاسباب اللي ذكرت نعم طيب من خلال ايضا معايشاتك للواقع تشوف انه في خطوات للحل ولا لسه لا فيه فيه جهود تبذل من الوزارة فيه جهود انا شوف تبذل بس ادها تطوير ولكن فيه جهود ملموسة فرض الواقع